السلام عليكم اهتز اقليم بن ملال خلال الساعة القليلة الماضية على وقع وفاة مأساوية لشابة داخل فيلا تعود ملكيتها لرجل اعمال وبرلمان سابق وتعود تفاصيل الواقعة الى حضور الشابة وهي تيكتوكر معروفة بالمنطقة رفقة فتيات اخريات لحفلة خاصة داخل الفيلا التي تعود لسياسي وبرلمان سابق عن حزب الحركة الشعبية قبل ان تنتهي السهرة بوفاة الشابة في ظروف غامضة الواقعة صنفرت المصالح الامنية التي اوقفت صاحب الفيلا والبرلمان السابق كما تم نقج جثة الشابة لمستودع الاموات قصد اخضاعها للتشريح الطبي ومن جهتها نفت والدة الشابة الهاليكا الاخبار المتداولة والتي ارجحت وفاة خديجة بسبب جرعة مخدرات زائدة لافتة ان ابنتها تعرضت للاعتداء والتعنيف والقتل المتعمد مطالبة الجهات المعنية بتعميق تحقاتها ومحاسبة كفة المتورطين ترجمة نانسي قنقر